حددتم الحد الأدنى للراتب التقاعدي ضمن هذا القانون للفئات التي ستشمل هي 500 ألف دينار هل هناك إلزام للقطاع الخاص أن يكون الراتب للموظف لدى هذا القطاع يبدأ من كذا؟ أكو إلزام؟ آسفة جداً لتصحيح المعلومة 500 أدنى للمتقاعدين السابقين المشمولين حالياً بالقانون الحالي لأن هذا القانون الحالي النافذ حالياً الراتب مالتهم 170 ألف البقية كلها منحة ناهية أنت تعرفوا من القانون من استلمنا المنصب من سنة العشرين وإن لجنة العمل ومنظمة العمل كوزارة التي مرت المراحل بها مثل دكتور باسم ودكتور عادل وحالياً السيد المعالي أحمد الأسدي كلهم كانوا على القانون وتمشيته وتمريره والحمد لله وصلنا للمراحل الأخيرة المعالجة كانت المتقاعد السابق راتبها 170 ألف ومنحنا المنح المنح من حق مجلس إدارة كانت حد ما وصلنا لأربعمائة وستين وأكو متقاعدين أقل فاليصار هذا معالجة لهم حد أدنى يصير أربعمائة وخمسمائة حد أدنى لكن حتى ننظلمهم أكو متقاعدين عدهم رواتب الحد الأدنى للأجر كان أعلى من هذا فإلى حق يقدم تظلم إلى الدارة أنا سبق وقلت لك بالبرنامج أدي قسم المضمونين وقسم الصرف الرواتب مهيئين لهذا الشيء أكو استمارة راح يمليها المتقاعد اسمه واسم الشركة اللي يشتغل به والخدمة والأجر اللي كان يتقاضى هذه الاستمارة إن شاء الله ألكترونيا أتمته وإذا ما يقدر ألكترونيا يجي راجع الأقسام المختصة أرجع إلى الأضبار أرجع إلى قسم الاشتراكات أتأكد من معلوماته إن كانت صحيحة وإن كان الحد الأدنى للأجر أعلى من ما هو موجود فإذا راتب يعادل المادة القانونية اللي بالقانون الحالي اللي هو الخمسة سنين متوسطة الأجر في 2.5% مقسم على 12 أشهر الخدمة وغلاء 1% ينشمل بها يعني سيدة خلود هنا اللي ما عنده هاي الشروط اللي ما عنده شروط يكون خمسمائة ألف جهر المضمونين بموجب القانون الحالي أنا أعرف أن الراتب التقاعدي الحد الأدنى سيبدأ من خمسمائة ألف دينار صعودا هي تشيلو نعم إن شاء الله توضيح بسيط المتقاعد الحالي ما راتبا مو خمسمائة ألف راتبا مئة وسبعين مجرد منحاي لتمرير الوقت الصعب اللي يفات عليهم لكن بالقانون الجديد حطينا الراتب أحد أدنى خمسمائة يعني رفو واحد هذا بالضمان الاجتماعي نعم إذا كان العمل عنده بالخمس سنوات الأخيرة الحد الأدنى أكثر من خمسمائة فإلى الحق يظلم وينشمل بالقانون الجديد كمعادلة راح تطلع المعادلة لعن لا يتجاوز الثمانين بالمئة من يستلم مثلا كانت قاضة مليونيا وتوفرت به شروط المعادلة راح ياخد مليون وثمانمئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر